أكد رئيس مجلس الوزراء مصفى مدبولي أن السقوك السيادية تعد أحد أهم الأدوات التمويلية باعتبارها بدائر جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة إجراءات إصدار الطرح الأول للسقوك السيادية وفوائد التمويل عبر هذه الآلية خلال الاجتماع أيضا استعرض وزير المالية محمد معيط أهمية إصدار السقوك السيادية في استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسيا مؤكدا أن إصدارات السقوك السيادية لا تؤثر على الدين العام للدولة وبالأخص دين أجهزة الموازنة العامة